وحول ذلك ينضم ولينا مراسل إخبارية محمد سعاد مرحبا بك مرة أخرى محمد حول هذا الميناء الملك عبد الله بالمدينة الاقتصادية في رابغ والأهمية الاقتصادية لهذا الميناء ماذا بودك أن تضيف؟ أهلا بك مرة أخرى زميلي محمد بالفعل أهمية كبيرة جدا لهذا الميناء ينتظر أن يكون بوابة هامة وكبيرة جدا للمملكة من خلال المصانع الموجودة سواء في هذه المدينة أو المصانع الموجودة في بقية مدن المملكة نحن نتحدث اليوم عن 116 شركة في الوادي الصناعي في هذه المدينة نتحدث عن استثمارات تفوق 13 مليار ريال عن صناعات اللوجستية وأيضا عن الصناعات الدوائية كل هذه الصناعات وأيضا صناعة تجميع المركبات وغيرها كلها ينتظر أن تستفيد من هذا الميناء وبعد تجشينه اليوم رسميا من قبل سمو ولي العهد في هذه الدقائق يصرني أن يكون معي الأستاذ محمد العبر رئيس التنفيذي لشركة إعمار أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك خير ومبركين الجميع إشارة كيف تشوف أهمية هذا الميناء مستقبلا في جذب الاستثمارات إلى المملكة أو إلى المدينة الاقتصادية طبعا أنا أعتقد النمو الاقتصادي وحجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية سواء كان حجمه بالمقارنة بالمنطقة أو حجمه عالميا حقيقة أنت في بداية الطريق لتنمية البنية التحتية فلذلك ميناء الملك عبد الله هو صراحة واحد من أهم الأمور الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية وكذلك التحفيز على أن نعمل أكثر في مجال البنية التحتية والسبب الرئيسي هو أن أنت عندك اقتصاد هو الأكبر في المنطقة نمو متزايد ونمو يتسارع إن شاء الله خلال وجود سياسات حديثة بوجود وتوجيه سمو الأغير محمد بن سلمان الله يحفظه طيب على مستوى الصناعات اليوم نحن نتحدث أستاذ محمد على صناعات نوعية في هذه المدينة هل هذا الميناء سيشكل نقطة تحول لجذب المزيد من الاستثمارات بحكم خبرتكم أيضا في دبي وتجربة دبي الرائدة في المواني شوف طال عمرك أنت لازم تنظر لأكبر من هذا أنت لازم تنظر للصناعات والمصانع التي تكون حوالي الميناء ولكن الحقيقة أنك عندك اقتصاد مملكة العربية السعودية كله وخدمة هذا الميناء والمواني الثانية للاقتصاد المحلي فذلك في عندنا نمو عظيم ما شاء الله سنويا حتى السنة 2018 ولكن كذلك ما ننسى كذلك أهميته بالنسبة للمنطقة كل سواء كان أهميته بالنسبة لبقية دول خليج لمصر لأفريقيا كذلك فأنت تبني بنية تحتية لها تأثير على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات المختلفة حوالي الميناء ولكن كذلك هناك تأثير مهم على المنطقة ككل هل يمكن أن يضيف مثل هذا الميناء تكامل بين دول الخليج بين المملكة مثلا والإمارات الإمارات تمتلك تجر وثرية فيما يتعلق بالمواني هل يمكن أن يكون مثل هذا الميناء بهذا الحجم بهذا التوسعات الكبيرة يكون هناك تكامل مستقبلا بين هذه المواني بكل تأكيد اليوم طال عمرك ما يجرى تمشي تشتغل أنت الوحدك بعيد عن العالم ولا بعيد عن جارك ولا بعيد عن صديقك وابن عمك ولا تنسى أن الارتباط كذلك سواء كان في الطرق في سوك الحديد بين الميناء وبين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كذلك هذا ارتباط مهم له تأثير على عملنا سواء كان في الموانئ ولا العمل التجاري بصفة عامة في كل القطاعات التجارية فطبعا هناك ارتباط ما نختلف عليه من ناحية التجارب طبعا في تجارب موجودة في المملكة العربية السعودية تستفيد منها الإمارات وهناك تجارب موجودة في الإمارات تستفيد منها المملكة العربية السعودية نعم نعم وكذلك هناك شركاء مهمين زي الشركات الموجودة اليوم سفنها موجودة في الميناء كذلك هذا شركاء استراتيجيين نستفيد منهم ونأخذ الخبرة والعون منه كذلك إذن رئيس مجلسي دارة شركة عمار شكرا جزيلا لك سيد محمد مشكورين ومبروكين الله يبارك فيك إذن بالفعل نحن نبارك للوطن هذا المنجز زميلي محمد الكثير من المستثمرين يتواجدون في هذه اللحظات في مقر الميناء للاطلاع على هذه التجربة السعودية الرائدة أيضا التي ينتظر أن تنطلق اليوم رسميا بحضور وتدشين سمو ولي العهد محمد سعد كنت معنا من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم